ميديمات اشتركوا في القناة صباح النور سيلوت فيك صباح النور جميع من في السود يمان براهيم صابرين الطهر وطبعا صباح الخير لكل من استمع لنا في هذا الموعد اليومي ان شاء الله اليوم نقدمه انارة كافية على ما حصل من احداث متسارعة متواترة لكن خلينا نقوله يمان انه مهما اختلفنا في التوصيف فما حالة مزاج متفائلة في تونس يعني بشتراه الشعب هذا قد اشتعب في السنوات هذية الي ولي يستنى في اي لحظة في اي تعيين في اي بصيص امل باش ينشرح باش ينشر التفائل باش ينشر معناها الافتخار بالذات بارحكي نقرة في التعاليق على قرار تعيين السيدة نجلة بودن معناه انساء تونس رجعت لهم اك الفخر بانهم انساء رائدات في الوطن العربي وشوفنا حتى ردود فاعل في الخارج وفي العالم العربي عليش لانه برش انساء في العالم العربي اللي يدافع الحقوق المرأة يقول لك كنا ديما نقدم في تونس كمثل للقادة متاعنا للرجال متاعنا وقت اللي شوفنا اللي المرأة في تونس في العشر سنوات وخرت برشا في حقوقها احنا بيدنا ما عادش عنا باش نتكلموا وباش ندافعوا فالبارح اللي صار مهم ومهم جدا لنا كاتوانسة وللعربة بصفة عامة ان شاء الله ان شاء الله بداية الخلاص مع انساء تونس وانا ديما نقول رايح حكاية تونس هي حكاية امرأة من الأميرة لي اللاميرة عليسة للأميرة عطف للجازية الهلالية لي عزيزة عوثمانة لي توحيدها بالشيخ لي معناها جميع ليلى المنشاري وامها حبيبة المنشاري لخولة رشيدي اللي طلعت فوق معناها من الجامعة انت عم النوبة وعاركة معناها قوات ظلمية والرجعية وضحت بحياتها باش ترجع ادرابه تونس واقف رفرف الى اليوم وذلك علاش المسئولية انت عالسيدة نجلة بودن ستكون مضاعفة ومضاعفة جدا من نجمو كان ندعموها ونتمنىولها النجاح نعم برهم سباح النور سباح الخير يمان سباح الخير لطفي سباح الخير سابرين طاهر كافة المستمعين والمستمعات انا نفسي وعبرنا البارة على تفائلنا بتعيين امرأة لأول مرة في تاريخ تونس على رأس الحكومة وهي سابقة ايضا في العالم العربي ككل ونتمنىولها كان النجاح والتوفيق بحول الله تعالى وان شاء الله ان شاء الله خليوها تخدم لان مرة وقت اللي شفنا السيفي بتاعها بيع وذراع كما نقولوها وبطبيعة الحال كونه امرأة على رأس الحكومة اكيد ستخفف حتى من الضغط النفسي وحتى اذا لقدر الله عاد البرلمان هذا الاشتغال حتى داخل البرلمان اكيد الضغط وشانق سبرشا justement بعد شهتنا رجعو امكانية عودة البرلمان ويردا مشوير دا شكرا على اختياركم او جيت 104.1 في تونس الكوبراء والكابون سونا على 100.0 في نبل والحمام تابعونا على www.radio.me tunisie.com تابعونا 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 حكاية تنجم تكون صارت وتنجم تكون ما صارتش لأنه المهمة في الحكاية مش حصولها وعدم حصولها أما العبر اللي النجم معناها نستخل صغير منها فأنا قريت حكاية عجبتني برشا فقلت المتع بها السادة المستمعين وهيتهم الأستاذ ورجل الأمن يحكي أحد الأساذ أنه كان سوق في كرابته أوقفته دورية مرورية بادر العون بطلب أوراق السيارة وأخذ يتفحص وجهي في نفس الوقت قال له لم تربط الحزام يا أستاذ قال له الأستاذ سمح قال له هاي أما هذه التوجب مخالفة يحكي الأستاذ قول عمت لحظة من الصمت كنت أصارع هاتفا بين ظلوع يطلب منه الاعتذار وطلب الصفح لا أعلم كيف استطعت كبحه قال له حسن حضرت العون أعترف أني اختأت وأستحق المخالفة وبدأ العون يكتب المخالفة ومتواجهان لي بالحديث قال له أنت أستاذ تعليم ثانوي هل يحصل أحيانا أن تسامح أحد تلاميذك إذا غش في الانتحان قال له الأستاذ لا لأني أكون بهذا قد ميزته عن غيره وأخرقت القانون العون مد الورقة نتاع المحذر للأستاذ قال له تنجم تهبت مكره باب قول له أستاذ تردت استغربت أما هبط أنا هبطت مكره باب قد قد وهو قام عن نقني قلت نخزر قال له أستاذ أنا تلميذك فلان قريت عندك ونذكر نهارت لي ولدك غش في الانتحان مع تلميذ آخر نهارتها أعطيت نسفر طبقت علينا القانون للزوز كلامك نهارتها من سيتوش قلت لنا هذه أمانة أما أن أحملها بشرف أو أن سحب القانون وضع لي يطبق على الجميع ولا يستثنى منه أحد حتى ابني هذا قل له البوليس نهارتها بكيت أم احترمتك برشا وليت انت من نهارتها مثال لي وذلك علاش سيدي أنا اليوم نطبق عليك القانون ولا أستثني أحدا كما علمتنا قوله أستاذ لم أستطع كبح دموعي أمام ذلك المشهد وقد تدعت أمام ناظر تفاصيل ذلك اليوم الذي منحت فيه صفرا لفلذة كبدي وفي الأثناء كان العون يناظل من أجل أن لا تسيل دموعه حفاظا على هيبة الزي الذي يرتديه ثم بادرني بالحديث قال له أقسمت عليك سيدي أن تقبل هديتي هذا مبلغ المخالفة متعك الله بالصحة وأدامك تاجا فوق رؤوسنا قول الأستاذ حاولت التمنع فألح بشدة وسانده زميلها الذي شهد الموقف بتأثر باد قول الأستاذ غادرت المكان وقد سيرت سرت بين أضلعي ساكينة عجيبة وسعادة غامرة تلك ثروة المربي التي لا تقدر بثمن منقول عن أستاذ تعليم ثاني هذه الرجال بالحق تحية لهم اسمها وزارة التربية حتى في وقت ما كانت تسمى وزارة المعارف وزارة التعليم ولكن أصبحت فيما بعد وزارة التربية لأن الأستاذ والمعلم هم يربوا أقبل ما يعلموا فتحية لهم لاثنين و أنا بدي والله تأثرت لأني ذكرت حتى أنا أيامات والله أنا تأثرت قلت لكم تحية لهم نعم تحكي على جغال درما نعم وزير الداخلي الفرنساوي البرح في حوار مع أحد القنوات التلفزية عمل تصريح أنا اعتبرته تصريح مستفس في حتى نوع من الإهانة ببلدان وشعوب المغرب العربي ثلاثة المغرب والتونس والجزائر يقول يعني وكأنه يعطي التعليمات لثلاثة بلدان لثلاثة دول هزوا علي جماعتكم ما كان نطردوا جماعتكم هذا هو بتبعية الحال القرار اللي اتخذته السلطات الفرنسوية بالتخفيض بنسبة خمسين في المياه للفيزا مطالب الفيزا بالنسبة للمغرب وخمسين في المياه بالنسبة لجزائر وثلاثين في المياه فقط بالنسبة لتونس أنا اعتبرته عقاب عقاب مش للمخالفين غاديكا عقاب للتوانسا والمغاربة والتزيرية اللي يحبوا يسافروا لفرنسا وعقاب وعقاب ايضا للدول هذه واللي استغربته اكثر هو السمت السلطات التونسية امام ما اعتبرته شخصيا وحتى الاشقاء في الجزائر اعتبروا ايهانة الجزائر استدعت سفير فرنسا واحتجت المغرب التصريح لوزير الخارجية احتج فيها ايضا ولكن احنا ما ناشنا هنا مش له هنا وقتل نشوف احنا حتى النسب اللي اعطاها اعطاتها وزارة الداخلية الفرنسية اكثر تقريبا احدشنلف وستمائة ولخمسة الاف يعني مغاربة يعني تزيرية بين مغاربة وتزيرية وتوانسا معنيين بالترحيل يقول لك ان سبعة الاف واش بالنسبة للتزيرية فما تقريبا النسبة متاع الاستجابة يقول لك 0.2% بينما تونس النسبة متاع 3500 تقريبا النسبة متاع الاستجابة 4% على 3500 تقريبا 123 تم ترحيلهم ولكن هذا الصمت الغريب من طرف السلطات التونسية هذي انا استغربوا صمت موريب ثم من ناحية اخرى وحكينا فيها البارح يا ايمان انه فرنسا هذي اللي استعمرت البلدان متاع المغرب العربي واللي هي تتمتع بالخيرات بين ظفرين الشابة متاع بلدان المغرب العربي والسبقة وانه في وقت ما الهنا في المنبر هذا تحدثنا على عدد الاطباء المغاربة اللي مثل 47% من الاطباء اللي موجودين في فرنسا هم من اصول مغاربية تقريبا 8% تونسا والبقية زيرية ومغاربة ودون الحديث على المهندسين ايضا دون الحديث على الباحثين الشبان ودون الحديث على عنا احنا تقريبا مليون والمليون ومئتين الف تونسي اللي ولكن بالتاريقة هذية هي هي قاعدة تدفع الى مزيد الهجرة السرية ووقتها ترد بالها على روح سؤال فيما يخص منظمة اسمها اتحاد المغرب العرب يعني هذه المنظمة التي تمول من جيوب دافعي الضراء في الدول العربية الخمس دول المغرب العربية اذا اليوم ما نسمعوش لها صوت في مسلا كيفنهاك تهم سكان المغرب العربي ووقتاش مش نسمعوها صوت هذه المنظمة الجثة بكل ما في كلمة الجثة من معنى بل هي جثلة متعفنة ذات رائحة عفنة المغرب العربي لماذا لم يجب فرنسا بصوت واحد مادام قد توحد في تلقي الإهانة لماذا لم يتوحد في توجيه اللوم أو الاعتراض أو الاحتجاج لو كانت هذه الدول على كلمة واحدة لما تجرأت عليها فرنسا وغير فرنسا وبالتالي ما دمنا في حالة صراع وتفكك وتجاذب وتناطح فنحو نستحق ما يحصل لنا فقط ولإيقاف المسرحية الهزلية أوقف هذه المنظمات الكاذبة والمزورة والمتحيلة مدامة تقبض أموال ولا تقدم أي عمل وحدتنا الإهانات ولم توحدنا المصالح ومع ذلك لا نجيب إلا كفرادة وطبعا ما تستفرد الذئب بالقطيع وهو فرادة فليفعل به ما تفعل فرنسا اليوم بشعوب المغرب العرب لأمين عمد تيحد المغرب العربي الحب نضيف أحويجة سمعني إيمان لطفي أنه تعرف اللي تم الترفيع في قيمة الفيزا كانت 60 أورو في فيفري 2020 ولثمانين أورو يعني 251 دينار ولا يسترجع هذا المبلغ إذا ما تم رفض المطلب لا يسترجع يعني فلوس طائلة تدخل بخلافة لي قص بريميوم راوة بخلافة لي قص معناها بريميوم يعني ما شدش الصف وكل شيء ديك توصل حتى لأربعمائة تلسف حاجة أخرى توصل حتى لأربعمائة تلسف لأ وإذا بذيفلها أنت بقية المصاريف الأخرى يعني يجب تعمل أنت سيرونس هاي بمشور سيرونس ديك ما قالش من 30 دينار لون تقريبا باش تعمل أنت لفريدو فيزاي نجم يوصل ل300 دينار ولكن ما تسترجع ولا فلس واحد بالمبلغ هذا إذا تم رفض ثم أنه يحكيوهم على التشدد الوثائق أحيانا جملة الوثائق تنجم توصل أكثر من 12 الوثيق يتم طلبها من اللي يتقدم مطلب هذا ويعديوها على السكانير وفديان كامل وإلى غير ذلك ومن بعد يقولوله سمحنا يبعثوله يخسروا عليه يقولوا يرفيزاي لا أكثر مننتظر الموقف الرسمي ربما من الموقف الرسمي التونسي نحكي لأن الجزيرة عطت موقفها وكما قلنا سدعات سفير الفرنسي في الجزيرة ومغرب كيف شفنا الموقف المتاح هذا وكحنا ويتنسي نكساني وكان مهم جدا المواطن التونسي عند الدولة وعند السلطة متاع وتعطي موقف سيناء وأنهي فقط ما نشوف منتهى الإهانة لتونس لأنه هذا الإجراء التي ستحتضينها بلادنا وهي معروفة كمنظمة لماعناها الفضاء الفرنكوفوني لماعناها دعم حضور اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية وما رأى وراءهم من مصالح اقتصادية يعني الدولة اللي بيش تحتضن تهان ولا ترد الفعل حتى بمجرد احتجاج من قبل وزارة الخارجية أو رئاسة الجمهورية ملو غزمة عودة على الأخرة وهم التصريحات وتسويت بلتكالما بلتكالما